قال لاعب كورت السلة المحترف لبرون جيمز ان حارثة جيكوب بلايك تجعل امريكي السود يشعرون بالخوف بسافة امريكي اسود نحن خائفون رجال السود ونساء السود واطفال السود كلنا جميعا مفعورين اذا شاهدت مقطع الفيديو وجدت انه في عدة مرات كان بامكانهم ان يكبدوا عليه كان يمكنهم فعل ذلك لماذا هذا هو لحاد دائما دعونا نرى شخصا ما يطلق النار كانت عالته واطفاله هناك في وضح النهار وفي اليوم نفسه قرر فريق كرة قدم في ديترويت الغاء تدريباته احتجاجا على عنف الشرطة حيث قاموا مدرب الفريق ولعبوه برفع شعارات مثل لان ناسكوت للتعبير عن الاحتجاج